اشتركوا في القناة إلى كتاب صحيح البخاري كتاب الزكاة ما زلنا مع كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنز باب ما أدي زكاته فليس بكنز بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمس أواق صدقة وهنا المنتزع من الحديث يعني لابد له من دقة نظر في هذا الباب المنتزع من الحديث لمسألة الكنز مسألة مهمة المرأة تسأل أنها تركت الصلاة منذ عام والآن عادت تريد أن تقضي هي تسأل كيف تقضيها لا تقضي لا قضاء عليها عليها أن تكسر من النوافل عليها أن تكسر من النوافل ولأن الكثرة من النوافل تصد خلال الفرايد كما قال النبي السلام إن الله يأمر الملعكة أن ينظروا لعبدي من النوافل فأصد خلال الفرايد ولأن النبي قال من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليه وقتما ذكرها المتعمد لا يصليه تكسر من النوافل هذا الراجح الصحيح قال المصنف رحمه الله تعالى وقال كأنها على المذاكرة لأن هذا شيخه أحمد بن شبيب ابن سعيد يعني هذه النطاف الإسناد لأن قوله وقال أحمد بن شبيب ذكروا بإسنادي إلى ابن عمر وهنا كما قلنا كما قالوا أن البخاري يقول قال في المذاكرة كان الحديث هذا في المذاكرة لا في مجلس التحديث وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد حدثني أبي وهو شبيب بن سعيد حدثني يا أبي عن يونس عن ابن شهاب يونس عبدالعلى عن ابن شهاب الزهري أمين المؤمن في الحديث قال خالد بن أسلام ونستقاط قال خرج مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعربي أخبرني قول الله تعالى والذين أكنزون الذهب والفضة ولم يفقونها بسبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها من كنزها فلم يؤدي زكاتها يعني الكنز أن لا يؤدي زكاتها فقال له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكات فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال هو الذي قال للحجاج قال من أدى زكاته فليس ببخيل وفي الوقت أبي سعيد رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمس أوسق أو أواقي صدقة وليس في مدونة خمس ذود صدقة وليس في مدونة خمس أوسق صدقة وهنا أبو ذار طبعا تعلمون أنه مات وحيدا وأنه سلم قد نبأه بذلك مات بالربد قال قلت ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها بسبيل الله قال معوية نازلت في أهل الكتاب فقلت نازلت فينا وفيهم فكان بيني وينهم في ذاك وكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إليه عثمان أنقضي من مدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك العثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذلك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشي سمعت وأطعت الله أكبر وهذه معناها أن عثمان يعني وهذه من المآخذ التي تكلموا فيها عن العثمان لكن عثمان ردنا أرضاه لما أبعد أبا ظر لأن أبا ظر كان يرى كل فضلة مال فهو كنز كل فضلة مال فهو كنز حتى لو أدى الزكاة كل ما تبقى على حاجاته وحاجات أهله يكون كنزا واجب إخراجه وهذا لم يقل به أحد وأتى بالحديث الآخر نعم عم تناديل هذه الترجمة خلينا نشوف الترجمة والحديث الأول في الكلام عليه في هذا البال هذه الترجمة ما أدى زكاته فليس بكنز الترجمة رواها أبو ظر وليس بحسن من بدل من مال فليس بذي كنز وهذه الترجمة يعني فيها تطبيق الحديث الذي يخرجه الحاكم العشرة الوخري عن أم سلمة ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكيا فليس بكنز كأنه يقول أن إذا بلغ الماء النصاب احتمل أن المواساة صار كنزا إن لم يؤدي زكاته وهذه معناها أن ما كان يملك المرء أقل من النصاب ليس بكنز الكنز ما بلغ نصابه الكنز هو من بلغ نصابه فإذا بلغ نصابه واجب عليه الإخراج فإن أخرجه فليس بكنز وهذا مقصود الماء البخاري فتفهمه من الحديث أنه لو كان كنزا كان معياره ليس فيما دون خمسة واق صدقاه ولذلك ورد عن جابر ابن عبد الله أيما مال أديت زكاته فليس بكنز أيما مال أديت زكاته فليس بكنز ورد أيضا من الحديث أبي ذر مرفوعا من رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها الغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز وأبو ذر تعلمون أنه قال على العموم فضل المال كله كنز يعني أي أحد ملك شيئا ولم يخرجه بعد الحاجة عن نفسه وأهله فهو كنز وهذا تضيخ عنه جدا صراحة فالمعنى هنا الأمام بخالي أراد أن يجعلك تنتزع الحكم في ذلك أنه لما جعل النصاب معيار للكنز وأنه لابد أن يؤدي كان مفهوم مخالفة أن ما كان أقل من النصاب ليس بكنز إذن ليس عليه زكاته وهذا حديث حديث ابن عمر عندما أرضاء خرج بها الحاكم عن دعرج عن أبي عبد الله محمد بن علي الصاير عن أحمد بن شبيب به وفي آخره قال خالد بن شبيب ثم التفت إلي فقال ما أبالي لو كان مثل أحد ذهبا يعني ابن عمر مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله وراه أن نساهم الحديث عقيم قال الحميدي وليس لخالد في الصحيح غيره يعني غير هذا الحديث وحديث ابن سعيد أخرجه مسلم أيضا والأربعة والحكم الحديث الأول حكم الباب في هذا الحديث في الآية الكنز في كلام العرب قال التبري كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو كان على ظهرها وكذلك تقول العرب لشيء المجتمع مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض واختلف علماء السلف مع الكنز فقال بعضهم هو كل مال وليب فيه الزكاة فلم تؤدي زكاتها وفهو كنز وهذا أقرب الأقوال للصح كل مال بلغا صاما فلم يؤدي صاحبه فيه الزكاة فهو كنز يحاسب عليه والدلعى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأم سلمة عندما سألته عن حرين تتحلى به قال ما أديت زكاته فليس بكنز ما أديت زكاته فليس بكنز وطبع ابن عمر أيضا لما لمح وأراد الغض منه الحجاج على منها ما استحق وتكلم عن الزكاة على الجب أو قال عن البخل قال من أدى زكاته فليس ببخير قال آخرون الكنز ما زال عربة ألف تحديدا ولا دلال لهم في ذلك أما مذهب أبي ذار رضي الله عنه وعرضاه أن كل ما فاضل عن الحاجة فهو كنز وعلى أبي ذار قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صفراء أو بيضاء كوية بها في النار من ترك صفراء أو بيضاء كوية بها في النار وهذا كما قلنا إن لم يوصي على تأويدها واتفق الفقاء على قول الفاروق ومن تبعه احتج له منح ومشار على البخارين فقال الدليل أن كل ما أديت زكاته فليس بك إجاب الله جل على رسال رساله صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أواق ربع العشر وكان ذلك فرض الله على سن رسوله صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن الكنز من المال وأن بلغ الوفاء إذا أديت زكاته فليس بكنز ولا يحرم على صاحب اكتنازه ولنه لم يتوعد عليه بالعقاب إنما توعد على كل من لم يؤدي الزكات وليس في القرآن بيان كم ذلك القادر من الذهاب والفضة إذا جمع بعضه إلى بعض استحق جامعه الوعيد بالحق أن نقول يجب عن المال فإذا جمع المال وإن كان يتحل به فإنه يجعل له توقيتا وهو توقيت الحول إذا بلغ ما يملك ما يملك خمسة نوعين جرام ذهاب ما يملك ما يملك نصابا واجب عليه الإخراج واجب عليه أن يخرج زكاة المال وإلا كان أثماً بذلك لأنه ملع الزكاة ومنع الزكاة تعرف حكوم فلابد أن تؤدي الزكاة لمن كنز المال ولم يؤدي الزكاة فالصحيح أن نقول بأنه كل مال بلغ نصاباً فهو كنز وفيه الحق الزم إلا من توضع توضع طهارة طهارة قلب يعني توضع طهارة قلب فأخرج الزكاة فهنا يكون قد طهر المال أيضاً ولم يكن هناك كنز ولأن الله تعالى توعد بعقاب الذين كدون ذا والفضل ولم ينفقوا نفسه بله فبشرهم أعداباً أليم يوم رحبنا في نار جنة فتقوى بأجبهم وجنوب من هذا ما كنستم من أنفسكم فذوق وما كنتم تدمسون فتكون هنا المال طهارة الطهارة المعنوية هو إذا بلغ المال نصاب وعلم أنه بلغ النصاب يؤدي زكاته قال ابن عمر في قولي والذين كنزون الذهب والفضل ولم ينفقنا في سبيل الله فبشرهم بعدها من أليم ولم يكن نزف المعنوية زكاته فهو له فويل له إنما كان هذا أن تنزل قبل أن تنزل زكاة والمعنى لما نزلت زكات تحتاجت لمعيار والمعيار هو خمسة أواثق ليس فيه مدون خمسة أواثق هو أقل زكاة ليس فيه مدون خمسة أواثق أواثق ذهب الزكاة الزكاة فيما كان فوق ذلك وفي أدلات الإقتران أنه يكذل ذهب والفضل ولم ينفقنا في سبيل الله فبشرهم بعدها من أليم الزكاة الإقتران من الذهب والفضل يظهر اتحاد الحكم ومع وياه كتب كتابه شكاية تنفيئة به فقد كان كثيرا اعتراض عليها المنازالة فوقع في جيش التشتيت من مجل بعضهم إلى قول أبي ذر فلذلك عثمان قد بعث لي أن يقضم علينا المدينة حتى خشل فتنة في الشام ببقائه ولما جاء هو الذي نفاه إلى الربض وهذا مسألة عيوم مقادس الشريعة هي التي تتحكم في ذلك نقف عند الكلام على الحديث الأول إن شاء الله تباع أن يأتي الكلام على الحديث الحديث الباب في مانع الزكاة وإسم مانع الزكاة مرة سمعتكم تقلتم إن الإصلاح بالنازل لا يحتاج إلى نية أو هكذا فإن فضلهم وأستفسع سألتم أقول الله خير في كثير من اليوم كيف فكيف لا يحتاج إلى نية والله يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أرجو أن تصح فهمي طبعا أخطأتم الفهم نعم أنا قلت الإصلاح لا يحتاج إلى نية لأن الله قال لا خير في كثير من اليوم إلا مؤامر وصدق ومعروف أو صدق بين الناس إلى هنا فإن فعله بغير نية فاز وحاز السبق لكن إن فعله بنية كان الأجل أضعف أضعف أرزاك قال ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هذه زيادة هذه زيادة فالأولى لا نية فيها الثانية قال والأكمل والأعظم أجرا والأوفر حظا هو أن ينتوج ذلك سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دارس السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم